موسيقى فطبعاً إحنا لازم نيجي للآب بروح التواضع بروح الانكسار لكن بمحبة وبجرأة وبثقة أن نأتي إلى عرش النعمة أن نطلب طبعاً الحكمة وأن نطلب من كل القلب وأن نطلب أيضاً بإيمان ولكن ليطلب بإيمان غير مرتابة البتة وطلباتنا لازم تكون غير أنانية تطلبونا ولستم تمتلكون لأنكم تطلبونا رادياً عم تطلب أشياء أنانية نطلب بحسب مشيئة الآب نطلب لمجد الآب فعاوز يوضح هوية الآب إنه بحبنا جداً من ناحية تانية بعبر عن بنوة البنين والبنات أيضاً إنه اللي بيسأل اللي بيطلب واللي بيقرأ عنده روح التمييز بيعرف الطلبات لأن الله كمان بيعرف لما نطلب شيء حسب ما شئته بعلمنا روح التواضع روح الاتكال وبعلمنا أيضاً اللجاجة بالصلاة عم تدخل عمق من السؤال للطلب للقرع الملح وبلجاجة حتى يستجيب الرب وهذه هي مشيئة الرب إنه يستجيب مكتوب لتعلم طلباتكم لدى الله وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع طبعاً ليست ترديد كلمات عشوائية لكن نطلب ما يسر قلب الآب وحسب ما شئته وعلى فكرة الله بيعلم الطلبات لأنه مثل ما أنت آب بشري وابنك عم بيطلب طلب مش ممكن ترفض الطلب ولا إنك رح تعطي طلب إنه يأزي أو ما يكونش لخيره أو منفعته فزحنا آباء وبيسمينا الكتاب أشرار بنعرف نميز وبنعرف كيف نعطي أولادنا فكم بالحري أبوكم السماوي هذا الآب أحبائي هو إله كل نعمي هو إله المحبة هو إله البركة هو إله العطاء مكتوب عن هذا الإله لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل أعطى ابنه الوحيد كلمة الله يسوع المسيح يا أولادي انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله فنحن نأتي كأبناء كبنات منطلب من الرب منسأل ومنطلب ومنقرع والله رح يتمجد باستجابة الصلوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر